زي ما كنا منتكلم يا شهيرة قبل الفاصل ان الست اللي بتتظاهر من برة ان هي متمسكة ومستقرة انا متغفلة عن اي حاجة جوزي بيعملها في سبيل ان انا افضل مراته تستحمل حاجات ما فيه الست تقدر تستحملها نقدر نقول ان دي بدايات الحب بيموت ما اكيد ما فيه الست طبعية من ايام حوى وآدم تقبل بالخيانة ان تبقى عارفة ان جوزها في حضن واحدة تانية وتبقى عادي وبتضحك وعادي استحالة بسي هو مش الحب اللي بيموت هو العلاقة هي اللي بتموت دي بدايات موت العلاقة لكن ما تقدريش تحكمني ان الحب مات او ما ماتش لان زي ما بقولك المشاعر دي كائن حي ولا حتى صاحبتها او هو هيعرف انا مشاعري ماتت ولا ما ماتتش بعدين بقى هنتأكد لكن في لحظة الانفعالات او اتخاذ القرارات عمر ما بيتعرف الحقيقة هو بيتعرف بشكل عقلاني بنستخدم علينا ان العلاقة هي اللي بتنتهي لكن المشاعر انتهت او ما انتهتش لدي ما بتتعرفش في وقتها خالص يعني ممكن من كتر الاسية من كتر المواقف الوحشة اللي انت بتعيش هالي اخ باخد قراري ان انا مش عايزة كم العلاقة دي استحالة العلاقة سامة خلاص هموت هموت بقى لكن بيبقى في حب موجود حب ما بيموتش ممكن ما يموتش وممكن يموت دي هتتعرف بعدين ما بتتعرفش في ساعة طب ايه علامات ان اللي تقول لي ان ابتدى الحب بيخلص مش الحب العلاقة انا دايما بقول العلاقة اه علامات ان الحب بيخلص بعد كده انك ما تتدوريش تبصي عليه خالص انك تنسي انك تسحي من النوم بالتدريج تلاقي نفسك مش بيخطر في بالك نهائي نهائي هو مش موجود اصلا في تفكيرك ولا في دماغك وحتى انتي تلاحظي ده فتتفاجئ يعني فخلاص طب ده نقدر نقول انه ممكن بعد ما بنسيب بعض اكيد لكنه احنا لسه مع بعض ايه العلامات ان انا كست ابتدي اشوف اقول ايه فيه فيه خطر فيه حاجة يعني ما بقاش الراجل ده هو ده اللي انا اتجوزته او ده اللي انا عرفته بتتحس العلاقة لما بتبوز على فكرة او لما البيت بيبتدي تصدعات وهيتهد بيتتشاف وبتتحس والستة بتتكلم وبتقول البيت هيتخرب او البيت بيتخرب او المركب بتغرق والستة هي اكتر واحدة عندها سنسر للموضوع ده على فكرة اكتر من الراجل بكتير لان الراجل بيبقى في حياته وفي شغله وزي ما بقولك بيفكر بشكل عام كده مش بيدقق قوي في التفاصيل يعني الستة بتبقى شايفة فيه غرق جاي او ما فيش بتبقى حسب اشتركوا في القناة